هذا ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسمى آيات التهاني والتبركات لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة فعاليات النسخة السابعة والستين من اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور جميع ممثلي الاتحادات الأعضاء والذي شهد تواجدا كثيفا للإعلاميين والصحفيين من وسائل إعلام عالمية وأكد سموه أن احتضان مملكة البحرين لاجتماع الفيفة يؤكد ما وصلت إليه البحرين من مكانة رفيعة على خارطة الرياضة العالمية وأشار سموه إلى أن الجهود الحثيثة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ساهمت وبشكل كبير في حصول البحرين على ثقة وتأييد الاتحاد الدولي لكرة القدم باحتضان اجتماعات الكونغرس وأشهد سموه بالدور الكبير لمعالي شيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قيادة دفة الكرة الآسيوية نحو المزيد من النجاحات والذي كان له الأثر الواضح في دعم استضافة كونغرس الفيفا والذي استطاع من خلاله تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة لدعم البحرين لتكون وجهة رياضية عالمية معتمدة